بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جاءنا في القرآن الكريم عن رب العزة جل في علاه أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه خلق الإنسان ليكون خليفته في الأرض ومعنى أن يكون الإنسان خليفة لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض أن الإنسان مكلف بتنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه فشاءت إرادة الله جل في علاه أن يكون الإنسان هو الذي يكلف بتنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى ولعل هذا يدعو إلى التساؤل وما هو مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه آيات القرآن الكريم تجيبنا عن هذا حيث يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالعبادة هي أول مهمة كلف بها الإنسان والعبادة ليست قاصرة على أداء الشعائر والفرائض وفقط وإنما يحدثنا القرآن الكريم عن لون آخر من ألوان العبادة ولون آخر من ألوان التكليف الذي كلف الله سبحانه وتعالى به هذا الإنسان الذي اختاره أن يكون خليفة في الأرض فقال الله سبحانه وتعالى في سورة هود على لسان سيدنا صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا أي طلب منكم عمارة هذا الكون وطلب منكم إصلاح هذه الأرض ولذلك نجد رب العالمين سبحانه وتعالى يهتم لشأن هذا الإنسان فيكرمه ويفضله على سائر من قلق تفضيله ويرسل الله سبحانه وتعالى الرسل بالشرائع لهؤلاء الناس لبني آدم حتى ينظم لهم حياتهم وحتى يعيشوا على هدي من الله سبحانه وتعالى وعلى هدي من وحي السماء الذي جاء به الأنبياء والرسل ولذلك بناء الأفراد هو السبيل الحقيقي لبناء الأمم والسبيل الحقيقي لبناء المجتمعات فإذا أرادت أي أمة من الأمم أن تكون أمة قوية فيجب عليها أن تعمل أولا على بناء هذا الإنسان فهو العنصر الرئيسي والأساسي في بناء أي أمة من الأمم ولن تقوم أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات إلا بسواعد أبنائها وبكفاحهم وبإيمانهم بالقضية فإذا كان أبناء الأمة إذا كانوا مؤمنين بالقضية فإنهم يدافعون عنها وإنهم يبذلون التضحيات ويبذلون الغالي والنفيس من أجل إعلاء شأن أمتهم بين الأمم لذلك الله سبحانه وتعالى أعد هذا الإنسان إعداداً خاصاً أعده على مستوى الإيمان وأعده على مستوى التشريع وأعده على مستوى الأخلاق أعده على مستوى الإيمان فيؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعبده ولا يعبد سواه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المحي ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المميت ويعلم أن النفع بيد الله وأن الضر بيد الله وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا عبداً بشيء لا ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعت الأمة على أن يضر عبدا بشيء لا يضروه إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه فإذا كانت هذه هي العقيدة الراسخة عند الإنسان فإنه يمضي مدافعا عن الحق وإنه يمضي سائرا في سبيل الله وسائرا في طريق الله وعلى منهاج الله سبحانه وتعالى لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم هذا على مستوى الإعداد الإيماني والعقدي وعلى مستوى الإعداد التشريعي أنزل الله تعالى لعباده تشريعات تكفل لهم أن يعيشوا حياة هادئة وأن يعيشوا حياة تنظم لهم العلاقات وعلى مستوى الأخلاق أرسل الله تعالى رسوله ليتمم مكارم الأخلاق وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهي رسالة لأبناء الأمة أن يعدوا أنفسهم وأن يتسلحوا بالإيمان وأن يدافعوا عن قضايا أمتهم فإن قضيتهم لن تنتصر إلا إذا وجدت لها رجالا يسيرون على منهاج الله ووفق سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين